موسيقى دلوقتي تعالوا نشتغل على الرلي بتاعنا اللي هو سيفل اس جي اتنين وثمانين اول حاجة هفتح عندي هنا في السيتنج اول حاجة هتقابلني هي الدفايس انفورميشن ودي اللي تقدر تحط فيها اسم الرلي بتاعك بناء على الفيدر نافترض مثلاي اjach اي جميع كان اسم الفيدر الزوب هاتم ايت ن bomb جلس اول ناس او او شكل الامل front view وهنا rear view. هنا بتقدر تشوف كل الهاردوير اللي تقدر تتحكم فيه او تقدر تغير فيه بعض ال sitting. فزي ما واضح عندنا دي كارتة city اي كارتة منهم هتدوس عليها دي كارتة city ودي كارتة communication card مع system interface. لو دوست عليها عندك هنا المينيو اللي تحت دي تقدر تدوس على كلمة properties وتشوف انت تقدر تغير في ايه. هنا الكروت دي اللي هي خاصة بال system interface او communication بتاع ريليه مع ال system. هنا دي اللي تقدر تحط فيها مجموعة من ال sitting. وطبعا لو عندي line protection relay كان هيكون عندي protection interface والprotection interface اللي بتحط بقى فيه ال local device address والremote device address ونبتدي بقى نزبط ايه ونختار بقى ان انا عندي direct fiber ولا media converter والboot rate بتاعي قدي ايه وهكزا. انا بالنسبة ليه ال system interface فكل اللي عليها ان انا اروح ادوس على الكارد بتاعي ده. ويبتدي هو يقول لك ده خلي التلات حاجات بتوعك الاسيين اللي هو ال IP address والsubnet mask والجيتوي address. طبعا ال IP address حسب طبعا ال IP address عندك في المحطة. وطبعا اخر رقم هنا بيكون عندك ده يونيك لكل device مش آآ ما ينفعش يكون اتنين device على نفس الايه نفس ال IP address. بعد كده هتخش على كلمة protocol ويجي يطلب هنا منك communication. عندك هنا communication مع اا 61850 و communication مع ال SKADA او ازر لو انت عندك اي communication بشكل ايه بشكل اخر. وبالتالي لو انت هتستخدم الكمنيكيشن كارد ده او هتستخدم الانترفيس ده مع الائي سي سكس وان ففتي هتعلم عليها بعد كده هيروح عندك هنا في الريدندانسي بروتوكول الريدندانسي بروتوكول ميديك اربعة سيتنج مين لي احنا بنستخدم اول اتنين اللي هو البي ار بي والار اس تي بي طيب لو جينا احنا هنا وشفنا الفرق بين الاتنين هننزل تحت هنا كده تمام هنلاقي عندي البي ار بي والار اس تي بي البي ار بي اللي هو البرير الريدندانسي بروتوكول وده اكوردنج للاي اي سي سيكس تو فور سري ناين داش سري البرير الريدندانسي بروتوكول معناها ان انا هيكون عندي اتنين فايبر channel 1 و channel 2 الاتنين مستخدمين مع بعض في نفس التوقيت الاتنين بينقلوا الديتا من الرلي للسيستم بتاعي او الاساس بتاعي في نفس التوقيت وبالتالي يجي يقولك ان ده بيوفر انترابتبل سويتش اوفر يعني ايه سويتش اوفر يعني الانتقال من الكومنيكيشن كارد ده او من الشانل دي ليه الشانل دي وبالتالي انا كده عملت افويد لاي داون تايم في حالة وجود مشكلة عندي على احد الايه احد الرليات تمام كده او يعني اصلي احد الشانلز ااسف على احد الايه على احد الشانلز فدي بتديك الهيست افيلابيليتي حلو ولكن طبعا دي بتحتاج منك هاردوير اكتر ولكن بتديك طبعا افيلابيليتي اكتر ما عنديش مشكلة طيب والرستبي الرستبي اللي هي الرابيد سباننج تري بروتوكول اكوردنج ال اي تريبل اي تمنمية واثنين طيب دي برضو فيها ريدندنسي فيه اتنين تشانل عندي ولكن بتكون فيه تشانل شغالة والتشانل التاني ستند باي لها بحيث ان السويتش اوفر تايم يكون اقل من ميت ميليساكت بيكون سريعة طبعا الاسرع من كده بكتير يعني مش اقل من 100 اللي هي 100 لا اقل من كده بكتير ولكن ده الفرق بين البي ار بي والرستبي اللي هو بنقول عليها بي ار بي والتانية بنسميها الفيل اوفر او اي مسمى على حسب بتشوفها في الايه في الرهيات المختلفة بس عندك المسمىات المعروفة دايما البي ار بي والرستبي تمام كده فتبتقي انت تختار البروتوكول بتاعك بناء على الحاجة اللي زي كده سي مسلا اخترت انت بي ار بي تمام هيزهر لك دلوقتي قدر خلاص البي ار بي تروح بعد كده في النتورك تشوف انت انه نتورك انت مستخدمها مستخدم مسلا الاس انت بي اللي هو سيمبل نتورك تايم بروتوكول ولو انت استخدمت سيمبل نتورك تايم بروتوكول عشان تدي وتشوف التايم سورس عندك الاولاني والتايم سورس التاني لو انت عندك اتنين جي بي اس كل واحد فيهم الاي بي ادرس بتاعه كان يبقى كده احنا خلصنا الهاردوير اند بروتوكول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة